السلام عليكم أختي مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناة دي لكم استفام عام العديد والعديد من الأسئلة كتوصليني يوميا لكن السؤال لمحير الجميع هو واش باقي كتشيري من الاليكس براس وخاء الضاربة فهذا الفيديو غنجاوكم وغنعطيكم اللاسق باش مباقيش تعودوا تسولوا في شي بلاس اخرى اذا على بركة الله لكن قبل ما نبدأ الفيديو ديروا جيم وبرتاجيهم مع الأصدقاء المهتمين بالمجال اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة مضمونة 100% باش تقدروا تجيبوا السلعة دي لكم من الاليكس براس بسفر ديران ايه كيف كتسمع السفر ديران باش تفهموا الأمور كيف كتمشي مباشرة من بعد ما كتشري أي منتوج من الاليكس براس لدينا جوج ديال الحالات اما البائع كيكون دير شركة مع سطور الاليكس براس وهذا الشركة كتكون دي دي اي او لا كتكون دي دي بي ايشنا هو الفرق بينهم فبالنسبة للشركة دي دي اي هو ان البائع ما كيتحمل حتاش مسئولية يعني انفوا انت كتشري المنتوج هو فقط كيدر لي الامبلاج وكيشحنو وكيستفطوليك اما اي رسوم خورا غادي تضاف عليك هنا في المغرب اما جمارك او شركات ديال النقل فانت اللي كتحمل المسئولية ديالهم وانت اللي غادي تخلصه اما في الحالة التانية واللي كتهمنا هي شركة دي دي بي ففاش يكون اي بائع دير شركة دي دي بي مع موقع الاليكس براس فهنا البائع غادي يخصو يتحمل المسئولية ديلة هاد المنتوج من شحن دياله من الصين حتى الوصول دياله لباب المنزل دياله يعني اي حاجة غادي يدوز منا هاد المنتوج فهو اللي كيتحمل المسئولية ديال المصاريف اللي غادي تضاف علي المنتوج ففي حالة ديالنا مثلا في المغرب فعندنا الجمارك وكذلك عدنا شركة نقل كسبداف دياش ايل او بعض الشركات الاخرى إلا كان البائع دير اتفاقية دي دي بي فانت كتكون معفى من هاد الرسوم بالكامل وبالتالي تمن كتلقى في سيد هو اللي غادي تخلص وما غادي تزاد عليك حتى شي حاجة وباش تفهمه اكتر فالبائعين اللي ديرين شركة دي دي او فغالبا كتلقى الاتمنة اللي عندهم نقصة واحد شي شوي على الناس اللي ديرين شركة دي دي بي علاش لان البائع بالفعل كيكون عارف باللي هناك رسوم تقدر تضاف عليه على هاد المنتوج ياله وبالتالي كيكون دير بحساب هاد القضية وكيزيد واحد ثمن اللي هو كيكون دير لتقييم دياله وبالتالي كتلقى المنتوجات اللي في سطوريات او اللي عند الباعة فاليكسبرس اللي كيعتمدوا على دي دي بي كتكون زيدة واحدة النغيزة ولكن بنسبة لي كنفضو نشري من الموقع او من الزبون اللي دير دي دي بي لانني كنخلص ثمن نهائي وبالتالي عجبني ثمن جلدك سلعة كنخلصو ما عجبنيش ما كان خلصوش وكان هنا رصيء من الصداع ديال سلعة ملي تصلك المغرب اذا باش نجيبو اي سلعة من الاليكسبرس ضروري يكون باقع دير اتفاقية دي دي بي اللي كتخلينا نشري ونحن مرتاحين وضامنين ان هذا المنتوج ما غتزيدو نخلصو عليه حتى شريال حتى يوصلنا لباب المنزل ديالنا وبالنسبة لأصدقاء كذلك اللي كيسولوا واش المنتوج كيوصلك حتى لدار فارمن طبيعة الحال خوتي المنتوج كيوصلك حتى المنزل ديالك الحالة اللي خصك انت تمشي البوسطة هو الى كان الفكتور مثلا ملقاش النميرو ديالك او الا ملقاش باش تتواصل معاك او الا تواصل معاك في الهاتف ومجاوبتيش فهو قد يضطر انه يخليه في البوسط وانت اخسك تمشي تجيبه من البوسط هذه الحالة الاولى والحالة التانية اذا كنت انت اصلا دار عنوان ديالك البوسطة وما دارش المنزل ديالك فهذه همان حالات اللي كيخسك تمشي حتى البوسطة باش تاخد المنتوج ديالك حتى لنا كل شي مزيان دبا السؤال المهم هو كيفاش نعرفه باللي المتجر كيدعم دي دي باي او دي دي او باش احنا نختاره اللي مرتاحين فيها فالطريقة سهلة اخوتي اذا هذا هو الموقع ديال الاكسبرس غنزل هنا مثلا وغنختاره شي منتوج غنختار مثلا هاد الساعة اذا هنا غنزل غنلقو هنا ستور ديال هاد الباقي عادة يعني المتجر دياله غنزل هنا هاد كونتاكت غنزل هنا مباشرة غنزل هنا غنزل هنا نكتب رسالة لهاد الباقي عادة وكنجي هنا مثلا وكنكتب داك شي اللي بغيت نكتب الباقي عادة فمثلا غنزل هنا مرحبا كيف حالك يعني شوية ديال الاداب من فضلك هل المتجر الخاص بك يدعمه خدمة دي دي باي وغنزل لها كوبيه وغنزل ونضعها هنا وغنزل فبالنسبة للموقع فهذا يدعم اللغة العربية الفرنسية الانجليزية اي لغة بغيتها يمكنك توصل بها مع الباقيع وهو غد يجاوبك لان الموقع كي ترجم له المساج اللي يصفت له باللغة باش فاتح هو store دياله تكون هذا الرد اوتوماتيكي وغالبا هاد الرسالة اللي كيكون كتب هنا تكون فيها معظم الاجوبة على الاسئلة اللي تقدر تجيه من الزبناء دياله اذا هنا من اللي نصفتنا هادك المساج نعوده نصفته مرة اخرى باش يبقى واخر المساج اللي يطلع لهم هنا تبلينا باللي باقي ما قراش اذا بحلاقة وكنناخد هاد ساعة مثلا الاسم ديالها وكننحطها فعل اكس بريس وكيطلع لي بزاف ديالستوريا كننصفت لكل واحد بوحده اللي جاوبني فيه وقال لي يا باللي فعلا كيدعم هاد الخدمة دي دي باي هو اللي كنكمل لاشا ديالي معه اذا هاد هي الطريقة اللي تقدروا تعرفوا بها واشي المنتجر او لا البائع كيدعم هاد الخدمة دي دي باي وانك غادي تجيب سلا عادية لكم تخلص عليها حتى شرياء حتى المنزل ديالك اذا خوتي هادا من جهة اما من جهة اخرى بنسبة الاصدقاء اللي عزيز عليهم الهوتات وعزيز عليهم المنتجات اللي كالتحدي تفصل فاراديري مجموعة في الواتساپ مجموعة في تليقرام ومجموعة كذلك فيسبوك يمكن لكم تلتحقوا بأي مجموعة حبيتوه فنحن نضع العروض يوميا ما عليك خويا سوى شتي العرض عجبك حاول تشريه لان العروض كانت تكون محدودة وبالتالي اللي سبق هو اللي يشريه اذا خوتي وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبكم الفيديو درجان بارتاجون على اصدقاء المهتمين بالمجال واذا كانت خويا خوتي هاد هي اول زيارة لك القناة لا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد لنا اول بأول